وحدات من الجيش العربي السوري تتصدى للإرهابيين وتسيطر على عدد من كتل الأبنية في مشروع 1070 جنوب غرب حلب ديمستورا يشدد على أن الحوار السوري السوري يجب أن يتم دون أي شروط مسبقة فريق عملي بالكونغرس يفند الدعاءات القيادة العسكرية الأمريكية حول تحقيق نجاحات في محاربة الإرهاب نشرة الواحدة ظهرا بتوقيت دمشق السلام عليكم وحدات من الجيش والقوات المسلحة تحكم سيطرتها على خمس كتل أبنية في المشروع 1070 بحلب وتواصل تقدمها وتكبد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعكاد وصلت وحدات من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة تقدمها في ريف حلب الجنوبي وأحكمت سيطرتها على عدد من النقاط في محيط الكليات العسكرية ومشروع 1070 شق وعفاد مصر عسكري بأن وحدات من الجيش تقدمت على عدة اتجاهات في ريف حلب الجنوبي تحت غطاء جوي ومدفعي كثيف حيث أوقعت أعدادا كبيرة من القتل بين الإرهابيين وكانت وحدات الجيش العاملة في جنوب حلب بالتعاون مع القوات الحليفة تصدت لهجوم واسع قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة من عدة محاور وكبدت المجموعات الإرهابية خسائر فادحة في الأفراد ودمرت لهم عددا من العربات المفخخة والمصفحة المزودة بالمدافع والرشاشات بدوره دمر الطيران الحربي السوري والروسي أربع مقرات قيادة وثلاث عربات مفخخة وعشرات العربات المصفحة وقضى على أعداد من الإرهابيين من ضمنهم متزاعمون وذلك في سلسلة ضربات جوية مركزة على تجمعاتهم ونقاط تحصونهم جنوب حلب وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية كشفت عن قيام التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الأخيرة بتشكيل مجموعة يبلغ عدد أفرادها نحو سبعة آلاف إرهابي لديهم دبابات ومدرعات ومدفعية وسيارات مزودة بأسلحة في الضواحي الجنوبية الغربية لحلب إلى ذلك اشتبكت وحدات من الجيش العربي السوري وحلفائه مع إرهابيين مما يسمى جيش الفتح وتنظيمات إرهابية أخرى في الجبهة الجنوبية الغربية لحلب وهذه مشاهد من الاشتباكات في تلك الجبهة موسيقى 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 مركز التنسيق الروسي في حمائميم يرصد سبعة خروقات لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا من قبل التنظيمات الإرهابية خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية أفاد مركز التنسيق الروسي في حميميم أن المجموعات الإرهابية خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا سبع مرات خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية وقال المركز في بيان له بأن إرهابيي تنظيم جيش الإسلام قصفوا بقذائف الهاون ستة بلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق بينما قام إرهابيو ما يسمى أحرار الشام بقصف بلدة واحدة في ريف اللاذقية المركز أشار إلى أن عدد المناطق التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية ارتفع إلى 383 وأن إرهابيو مي جبهة نصرى وداعش قصفوا عدة بلدات وأحياء في كل من حلب وريف دمشق الشرقي والجنوبي الغربي وبلدة عنتر في ريف درعاب الإضافة إلى عدة مناطق بريف حما في سياق آخر أكد المركز أن طنين من المساعدات الإنسانية تم إيصالهما إلى بلدة البدروسية بريف اللاذقية وطنين من الدقيق إلى مخابز حمص كما أن طائرة روسية أنزلت بواسطة المظلات 21 طن من المساعدات الإنسانية مقدمة من الأمم المتحدة تحوي على كميات من الحبوب والسكر والملح على مدينة دير الزور المحاصرة من قبل إرهابي داعش ارتفعت حصيلة اعتداءات المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على حي الحمدانية في مدينة حلب إلى أربعة شهداء وأشر مصدر في قيادة شرطة مخافضة حلب إلى ارتقاء ثلاثة شهداء نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية بعد ظهر أمس بالقذائف الصاروخية على حي الحمدانية وذكر المصدر في وقت سابق أن إرهابيين استهدفوا بالقذائف الصاروخية حية الحمدانية السكنية ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة وألحق أضرار مادية بالممتلكات جدد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورة تأكيد على أن الحوار السوري السوري يجب أن يتم دون أي شروط مسبقة وأنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا وقال ديمستورة خلال مؤتمر صحفيا في جنيف أن الجانب الأممي ملح على إرادة الدخول في الحوار السوري نهاية شهر أبل جاري معتبرا أن العمل الإنساني لا يمكن أن يكون مفيدا دون أن تكون هناك عملية سياسية وذكر ديمستورة أنه يجب انتظار نتائج زيارة رئيس النظام التركي رجب أدوغان إلى روسيا ولقائه رئيس روسي الفاديمير بوتين لمعرفة الأطراف المشاركة في الحوار السوري وزارة الأوقاف تعقد لقاء ضم علماء وداعيات في جامع العثمان بدمشق وذلك تأكيدا على الوقوف صفا واحدا إلى جانب الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب انطلاقا من الواجب الشرعي بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش العربي السوري في معركته المصيرية ضد الإرهاب عقدت وزارة الأوقاف لقاء ضم علماء وداعيات في جامع العثمان بدمشق اللقاء تم بحضور الدكتور محمد عبدالستار السيد وزير الأوقاف وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور وائل الإمام وأمين فرع ريف دمشق للحزب الدكتور همام حيدر بالإضافة إلى محافظ دمشق الدكتور بشر الصبان ومحافظ ريف دمشق المهندس على أبراهيم دمشق اليوم بصوت علمائها وداعياتها وبقلوبهم وبدعائهم يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيشنا العربي السوري في معركة هي معركة الحق والباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وزير الأوقاف أشار إلى أن هذا التجمع يمثل رسالة تؤكد وقوف الشعب إلى جانب الجيش العربي السوري ليرفع أو الأكف بتعالي جيشنا العربي السوري الباسل في هذه المعركة المصيرية التي يطهر بها حلب الشهباء من رسي التكفيريين الذين احتشدوا من كل مكان لسفك دم شعبنا ولنيلي من صمود أهلنا في حلب فكان هذا اللقاء الإيماني وهذا التجمع الكبير جدا من العلماء رسالة لكل العالم بأن هذا هو الشعب السوري الذي يقف بكل قواه وبكل إمكاناته وراء جيشنا العربي السوري الباسل وقائدها الباسل العلماء والداعيات وفي بيان لهم أكدوا أن الشعب السوري بكل شرائحه وبصوت وقلب واحد يقفون خلف جيشهم لدحر الهجمة الإرهابية التكفيرية عن حلب الشهباء وأهلها الشرفاء نحن اليوم عندما نقف إلى جانب جيشنا العقائدي فإنما نقف إلى جانب ديننا أولا وإلى جانب قضايانا ثانيا وإلى جانب القضية الفلسطينية ثالثا وإن كانت الحرب شنت علينا من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل تشويه الإسلام المعتدل الذي نحن نتمثل به في هذا الوطن الحبيب فأنا أدعو كل عربي شريف وكل سوريا شريف أن يقف إلى جانب هذا الجيش وأن يدعمه معنويا وماديا وبكل ما أوتي كلنا مع الجيش العربي السوري كلنا مع القوات الرضيفة التي تحارب إلى جانب جيشنا العربي السوري كلنا اليوم كمجتمع مدني كمجتمع أهلي كمجتمع شعبي كمجتمع ديني كرجال دين نقف إلى جانب الجيش العربي السوري ومستعدون وقد حملنا السلاح سابقا ونحمل السلاح اليوم ومستعدين دائما أن نحمل السلاح إلى جانب جيشنا عندما يتداع علماء دمشق تتبين الحقيقة تبين أن الإسلام هنا وأن موطن الإسلام هنا في دمشق وهذه هي راية الحق وهذا هو الصوت الصحيح للإسلام واليوم هذه المعركة التي كما ابتهل العلماء والداعيات جميعا وكما أصدروا البيان ورفعوا الأياد إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر جيشنا العربي السوري في كل موطن وأن تنجلي هذه الغمة بجهود الأبطال المرابطين على الثغور يتم النضال بتقديم كل شيء والتطحة بكل شيء والوقوف خلف قائد الوطن وخلف الجيش العربي السوري ودعمه بكل الإمكانيات في الليل والنهار في الليل نحن نتوجه إلى الله تعالى بنصر جيشنا وبعودة أراضينا وبعودة الأمن والأمان إلى هذا الوطن وفي النهار نحن نعمل في المساجد وفي توعية النساء في ختام البيان ترحم العلماء على شهداء الجيش العربي السوري ورفعوا الدعاء إلى الله تعالى أن ينصر الشعب السوري وجيشه وقائده الرئيس بشار الأسد نصرا عزيزا ومؤذرا المقاومة اللبنانية والجيش العربي السوري وحدة المسار والمصير عزفوحها ينبد زهر عجبالها ورد عطر أرض الرجول والفداء أمجادها توزع فخر لما بتشتد الليالي والنوار رصاص جيشنا هو الفجر جيش شعر كل سوا بيمشي على دروس أهلا بكم من جديد دمرت المقاومة الوطنية اللبنانية ليلة الماضية موقعاً لإرهابيي وجبهة النصرة بالأسلحة المباشرة وقذائف المدفعية والصاروخية في جرود عرسال شمال شرق لبنان وذكرت قناة المنار أن المقاومة استهدفت الإرهابيين خلال محاولتهم خفر خندق في أحدى كسارات مرتفع ظهر صفاء اللزابة في جرود عرسال فدمرت الموقع وحققت إصابات مباشرة بين الإرهابيين المقاومة في لبنان والجيش العربي السوري متحدان في خندق واحد بوجه المتأمرين على قضايا الأمة مرسلة الإخبارية في لبنان نور الحاج والتفاصيل ما بين سوريا ولبنان أكثر من علاقة بين بلدين جارين ما بينهما قدر مشترك في المقاومة والانتصار بلدان صنعا بمقاومتهما كرامة وطن عربي حمل شعار المقاومة بوجه محتل لفلسطين اعتدى عليهم على مدى أكثر من نصف قرن وعلى مدى هذه السنوات لم تردخ سوريا للاحتلال ولن تردخ ورفعت معها المقاومة في لبنان نصرا تحقق في العام 2006 وبعد عشر سنوات على انتصار تموز يعيد محور المقاومة التأكيد على أن زمن الانتصارات قد بدأ بجيش ومقاومة يحاربان الإرهاب ويسطران نصرا جديدا لا يقل أهمية عن ذاك الذي تحقق في تموز وآبل 2006 هي علاقة تاريخ كما هي علاقة المعتقدات كما هي علاقة جغرافية كما هي علاقة مصير وبالتالي لا يستطيع أحد أن يحدد مستوى هذه العلاقة من خلال منظور مشخص أو محدد وبالتالي نحن ننظر إلى العلاقة بين لبنان وسوريا على أنها مكونة من عدة عناصر وعدة مستويات متكاملة مترابطة وعد النصر قائم والمؤمنون بنهج المقاومة في سوريا ولبنان والعالم يعرفون أن انتصار الأوطان يأتي أولا من إيمان أهلها بترابها حرب 2006 كانت بآلية إسرائيلية وتمويل عربي وانتصرت المقاومة اليوم 2016 ست سنوات من الحرب على سوريا وبتمويل عربي سيهزمون حتما كما هزموا من قبل نور الحاج الإخبارية السورية بيروت فريق عمل تابعا للكونغرس الأمريكي في ندو دعاءة القيادة العسكرية الأمريكية حول تحقيق نجاحات كبيرة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي تقرير كلودي حسن أكد فريق عمل تابعا للكونغرس الأمريكي أن القيادة المركزية في الجيش الأمريكي تحرف الواقع وتخالفه في دعاءاتها النجاح في محاربة الإرهاب وترسم صورة وردية لهذا الأمر بينما الواقع على الأرض يختلف كليا عن هذه الادعاءات ولفت الفريق الذي شكله مجلس النواب الأمريكي إلى أن القيادة المركزية كانت تبالغ في تقييم نجاحتها في الحملة ضد الإرهاب وشوهت حقائق في تقاريرها حول الخطر الذي يمثله تنظيم داعش الإرهابي يشار إلى أن مسؤولين أمريكيين كشفوا عن إقدام طائرات ما يسمى بالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عملات على تحذير سائقي صهاريج كانت تنقل النفط لصالح إرهابي تنظيم داعش في سوريا قبل قصفهم ما يؤكد عدم جدية التحالف في مكافحة التنظيم الإرهابي أو القضاء عليه وعلى مصادر تمويله في سياق المتصل صدر حكم بالسجن مدة 12 عاما على امرأة من ولاية ميسيسيب الأمريكية تدعى جايلين ديلشون يونغ بعد إدانتها بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش الإرهابي وكانت يونغ قد تآمرت مع زوجها محمد عود دخل الله البالغ من العمر 23 عاما مع عميل سري في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI للسفر إلى سوريا والانخراط في تنظيم داعش الإرهابي رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين يكشف نيته العمل على تجميدي صفقة لبيع السلاح للنظام السعودي التفاصيل في تقرير يمانا واكد نادرا جدا ما يتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا مضادا لمصالح حلفائه في أنحاء العالم خاصة عندما يتعلق الأمر بالصفقات العسكرية لكن الحديث الآن يدور حول نية الكونغرس الفعلية منع تسليح النظام السعودي رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين أعلن خلال حديث لمجلة فورين بوليسي عزمه تحقيق هذه النية وتجميد صفقة أمريكية لبيع اعتاد عسكري بقيمة مليار وربع المليار دولار للسعودية معللا ذلك بالقول إن الرياض شريك لا يمكن الاعتماد عليها وسيء السمعة في مجال احترام حقوق الإنسان عدم التسرع في بيع تكنولوجيا متطورة للنظام السعودي أو المساهمة بسباق التسلح في الشرق الأوسط هي أيضا من أبرز الأسباب التي سيعمل وفقها رئيس مجلس النواب مع اتلاف يضم ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري لدراسة إمكانية منع الصفقة التي كانت أن وافقت عليها وزارة الدفاع الأمريكية منذ أيام لهجة أمريكية جديدة تجاه النظام السعودي تبرر وكما وردت الأسباب لإعادة دراسة العلاقات التعاونية بين البلدين رغم وجود تأييد قوي وواضح للرياض داخل البيت الأبيض وتغاضيه عن جرائم النظام السعودي بحق الشعوب الآمنة وتورطه الكامل بدعم وتمويل الإرهاب هي صحوة ضميرية لولايات المتحدة تجاوزت كل القوانين والأعراف الدولية أم ما خفي كان أعظم في نية الأمريكي؟ النظام السعودي وصل عدوانه على المدنيين في اليمن وغاراته توقع المزيد من الضحايا طيران النظام السعودي شن عددا من الغارات على مناطق الحفاء وفجع الطان والصباحة في العاصمة صنعاء واستهدف محافظة السعدة بعددا من الغارات ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح مصادر محلية أكدت نطيران النظام السعودي شن خمس غارات على منطقة المرزوق وثلاثة عشر غارة على مناطق متفرقة من مديرية حرب بالإضافة إلى عدة غارات على منطقة عبس بمحافظة تعز ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفلان من جهة أخرى فقد أعلن مصدر عسكري يمني أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من تطهير مناطق المدفون ووادي ملح ووادي شيحان وأجزاء واسعة من منطقة ملح بنهم في صنعاء من مرتزقم السعودي وتكبيدهم خسائر فادحة في الأفراد والعتاد خلال المواجهات مع قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في عدد من المناطق الرئيسان الفنزولي نيكولاس مادورو والكولومبيخ وان مانويل سانتوس يعلنان إعادة فتح الحدود المشتركة بين البلدين وذلك بعد نحو عام من أغلقها تقرير غدير غفر انطلاقة جديدة ترتسم في الأفق بين بلدين أغلقت الحدود بينهما لأكثر من عام فقد أعلن الرئيسان الفنزولي نيكولاس مادورو والكولومبيخ وان مانويل سانتوس إعادة فتح الحدود المشتركة بين البلدين اعتبارا من يوم غد السبت وذلك بعد نحو عام من إغلاقها لمكافحة التهريب والجماعات شبه العسكرية مادورو خلال لقائه نظيره الكولومبي في ولاية بوليفار جنوبي شرقي فنزولا أكد أن هذا القرار يعد خطوة أولى داعيا إلى بذل كل الجهد كي يكلل بالنجاح المرحلة الأولى من فتح المعابر للمشاة في خمس مناطق علينا أن نفعل ما نستطيع لضمان نجاح هذه العملية نحن جاهزون لبيع الوقود للجانب الكولومبي ضمن الظروف التي ناقشناها مسبقا وبذات الوقت الحد من عمليات البيع غير الشرعية للوقود عبر الحدود سانتوس أكد أن محادثات ثنائية تجري منذ أشهر استعدادا لفتح الحدود وأن البلدين سيضمنان الأمن ويساعدان في الحد من التهريب فنزولا وكولومبيا تتقاسمان حدودا تمتد على 2219 كيلو مترا علامات التفاؤل ارتسمت على الاجتماع لتتكلل الجهود بالخير على البلدين استهدفت سلسلة تفجيرات بلدات سياحية في تايلاند مخلفة أربعة قتلى والكثير من المصابين مع وجود تقارير عن المزيد من التفجيرات وانفجرت أربع قنابل في منتجع هواهين على مدار 24 ساعة كما ضربت عدة تفجيرة جزيرة فكت اليوم الجمعة ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات ولكن من المرجح أن تحوم الشبهات حول منظمة انفصالية اعتقلت الشرطة البرازيلية شخصين الاشتباه بارتباطهما بتنظيم داعش الإرهابي والتخطيط شن هجومين خلال دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة تريو دي جانيرو ونقلت رويترز عن الشرطة البرازيلية قولها أنه تم استجواب ثلاثة أشخاص آخرين في القضية ذاتها لكن تم الإفراج عنهم فيما بعد دون تقديمهم المزيد من التفاصيل حلو المشتبه بهما لذين تم اعتقالهما تذكيرا بالعناوي وحدات من الجيش العربي السوري تتصدى للإرهابيين وتسيطر على عدد من كتل الأبنية في مشروع ألف وسبعين جنوب غرب حلب ديمستورا يشدد على أن الحوار السوري سوري يجب أن يتم دون أي شروط مسبقة فريق عملين بالكونغريس يفاند الدعاءات القيادة العسكرية الأمريكية حول تحقيق نجاحات في محاربة الإرهاب كتام النشرة تأمان الله اشتركوا في القناة